وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا في السوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب أهلا ومرحبا بك دكتور مرحبا بكم دكتور بداية انتصاعدت عمليات الاغتيال والاختطاب بالنسبة للناشطين والمتظاهرين في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية بما تفسرون استمرار هذه الحالة استمرار آلة القتل الحكومية ضد المتظاهرين في وقت تدعو فيه أو تشهد ساحات التظاهرات مزيد من الدعوات للاحتشاد بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا سابقا ونعيد التأكيد على ما قلنا بما أنه لا توجد حكومة وبالأصل يعني الآن هناك من يقول أنه لا توجد حكومة لأنها استقالت وبالتالي الوضع يعني يتحمل شيء من الفوضى ولكن في الحقيقة من البداية لا توجد دولة في العراق لا توجد حكومة لا توجد يعني رجال دولة والسياسيين لا يوجد هناك أحد مسؤول هذا ما نشهد اليوم مزيد من الفوضى لكن الفوضى كما يقال عن الفوضى الخلاقة هذه أيضا فوضى محسوبة يعني أنت تشهد الفوضى ولكن ليس بإمكانك أن تسأل أحد أو تشتكي لأحد أو تستجير بأحد يعني الكل كأنك الآن تعيش بغداد كأنها الآن أو العراق بلا رأس لا يوجد جيش لا يوجد شرطة بالتأكيد هذه الجهات الرسمية غير موجودة هناك الميليشيات وبالتالي أنت أمام حالة من الفوضى المحسوبة التي يراد لها أن تستمر وستستمر عمليات الاختيال والاختطاف لأنها هذه منهجية هذه منهجية إحدى ردود هذا النظام المتوحش هو هذا الرد طيب إلى متى ترى أن بقاء المتظاهرين بكثافة في ساحة التحرير ومحيطها يخفف من الضغط والانتهاكات الحكومية والميليشيات عن المعتصمين وفي الوقت الذي بدأ المتظاهرين يستجبون لهذه الدعوات دعوات الاحتشاط يعني لا شك هذا طبعا أنصر مهم جدا لأنه شهدنا في الحوادث التي جرت في الأيام الماضية شهدنا شيء مهم وهو أنه كلما تحدث هجم معاكسة مرتدة من قبل الميليشيات يتنادى الثوار عبر البيانات وعبر ميكروفونات الصوت وعبر وسائل التواصل إلى دعوة الناس إلى التحشد وإلى المجيء إلى الساحات طبعا كلما يأتي الناس أكثر كلما يتم إحباط هذه العمليات المضادة التي إذا رأت الحشود الكبيرة ترعوي قليلا يعني هي لا تكتفي لا تتوقف ولكن على الأقل تأخذ شيء من التوقف مقابل الحشود الكبيرة الحشود الكبيرة دائما لها أهمية ولها رهبة بعد أن كانت أخر عمليات الاغتيال ضد الناشطين والتي طالت الناشط علي نجم اللامي في منطقة الشعب العاصمة بغداد تم اغتيال الناشط على الجيزاني ما الغاية من وراء انتهاج ما تسمي نفسها الحكومة في بغداد هذه السياسة سياسة اغتيال النشطاء الميدانيين في الثورة يعني أول شيء ليست سياسة حكومة سياسة ميليشيات وربما بل بالتأكيد هي سياسة تأتي من خارج الحدود كما كل واحد يعرف من قاسم سليماني من الحرس الثوري هذه الاغتيالات هذا الخطف مقصود به أكثر من أمر أول شيء استهداف الناشطين البارزين هؤلاء هما تقريبا يشكلون بمجموحهم طبعا العمود الفقري لهذه الثورة لهذه الانتفاضة لهذا الحراك كل هؤلاء ناشطين اليوم أنا قرأت عن علي اللامي أنه كان نشط جدا نشط جدا ومتحرك وساحات التظاهرات كلها تعرفها وبالتالي هذا الهدف مهم جدا في أنه انقاص هذه الطاقات هذه القابيات هذه القيادات انشئت الميدانية انقاصها طبعا مهم الهدف الثاني من هذا هو بث عامل الرعب والخوف هذا طبعا من شأن حرب نفسية هي من شأنها أن تضع كل واحد في الهدف كل واحد يتحسن سرعسه ويقول أنا مستهدف وربما أخرج اليوم من الساحة ولا أعود إليها طيب أنت وصفت الناشطين بأنهم أو كل ناشط كأنه الفقرة من فقرات العمود الفقري لهذه الثورة ثورة تشرين بانتهاج الحكومة سياسة اغتيال الناشطين والتي كثرت في الآوين الأخيرة هل تعتقد أن الثوار في العراق سيتراجعون؟ يعني نأمل أن لا يتراجعوا نأمل أنه الثورة تستمر حتى الآن لا مؤشر ليس هناك من مؤشر على أن الثورة تتراجع بل كما تفضلت حضرتك قبل قليل بأن الحشود مستمرة والناس مستمرين في التوافد إلى ساحات الاعتصام سواء في المحافظات أو في بغداد الثورة لن تتراجع الثورة هذه كرست مبادئ عظيمة كرست مبادئ وأفكار وهويات وهوية وطنية جديدة للعراق لكن هذا العامل الميداني عامل متوقع ضربة هنا ضربة هناك لكن المهم هي النتائج التي تنطوي على هذه الثورة العظيمة هذه الثورة إذا استمرت وتستمر بإذن الله سوف تستمر لأن الناس كلها يؤمنون بها كطريق وحيد للخلاص لا يوجد طريق آخر للخلاص من الشرذمة الحاكمة في العراق من الاحتلال الأجنبي للعراق إلا هذه الثورة التي يؤمل عليها الشعب العراقي الكثير طيب يعني إلى أي مدى تعتقد أن من يسمون الأجنحة الولائية إلى خامنئي هي التي تقوم بهذه العمليات عمليات القتل هو ليس موضوع اعتقاد ليس موضوع أنه تهما هم يعلنون هم يتفخرون بهذا الأمر يعني عندما خامنئي يسمي الثورة من البداية بأن هؤلاء عبارة عن أشرار أو أنه يصفهم بأوصاف تبيح قتلهم مخربين مخربين نعم يعني المخرب ما هو جزاء بالنسبة له لهؤلاء ثم سليماني وتهديداته الميليشيات قيص الخزعلي يهدد دائما لغة الدم هذه معروفة يعني الأمر حادث مجزرة السنك التي قامت والحشد الشعبي اترف بها نعم دعنا من قضية أنه هكرز ودخول على الموقع هذا كلام طبعا لا يمكن شراءه بأي ثمن واليوم بالأخوار ورد أنه هذا لا مؤكد وأنه عن طريق مسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري نعم نعم فهذه طريقة معروفة وطريقة هم يتعمدوها بالعكس هم يشنون حرب نفسية من خلال هذا الأمر من أجل إخافة الناشطين كما رأينا مثلا الاعتداء على النساء الاعتداء على النساء خطف الناشطات كان واضح أنه حرب نفسية الهدف من عندها بث الرعب وفي مجتمع محافظ مثل مجتمع العراقي بذكر ما حصل يوم الجمعة الماضي والبيانة الذي نشر على موقع الحشد وأنه هكر وغيره لكن اليوم أبو علي عسكري المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله بالعراق يقول أن هذا الكلام صحيح وأنه في البيان ورد أنه اشتبكت أي الميليشيا ميليشيا الحشد اشتبكت مع ميليشيا السراية إذن كيف نفسر الكم الهائل من المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا يعني هذا يثبت أنه العملية وكلها مفبركة العملية وكلها عملية قتل ممنهج متعمد والدليل أن انسحاب ما يسمى الجيش والشرطة انسحبوا تركوا السيطرات مرت هذه القافلة العينة المشؤومة قتلت من قتلت ثم انسحبت أيضا بهدوء وما جرى طبعا مجزرة كبيرة جدا أما قضية السراية السلام وكذا هذا يراد من شيء واحد لإصال فكرة أنه لمقتدى الصدر مكان في التظاهرات وأنه له مكان في حفظ وأمن يعني كلها عملية مرتبة لكن العملية الحقيقية التي حدثت هي أنه ميليشيا جاءت لتقتل قتلت ثم انسحبت منذ يوم الجمعة نرى خط جديد في التعامل الحكومي وهو في أي مجزرة تحصل يقومون بقطع أو فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لماذا برأيكم؟ يعني القتل تحت الظلام هو أفضل من القتل تحت الأضواء بالتأكيد يعني هذه العمليات كلها أصبحت مرتبة عمليات ممنهجة الثوار أيضا بدأوا يفهمون هذه المسألة أذكر جيدا أنه قبل فترة في ساحة تحرير توقف الكهرباء لكن لم يحدث شيء لكن كانت هذه يبدو بروفا عملية يعني إعداد تحضير لشيء وفعلا هذا اللي حدث فيما بعد في السنك مثلا توقفت انقطعت القوة الكهربائية هكذا يعني هو منهج منهج للقتل يطفؤون الكهرباء ربما غدا يقومون بقطع طوقات معينة كل هذه يعني شوف احنا امام تطورات متصاعدة نحن لا نعود للوراء كل ما نتقدم في مجال الثورة كل يوم تزداد وسائل العنف وتزداد وسائل الثورة المضادة وقشية وقسوة وقوة هم لا شك يملكون البنية التحديية يملكون أدوات كثيرة جدا وبالتالي امكانيات طبعا دولة هم ليسوا دولة لكن امكانيات دولة موجودة عدهم الكهرباء المياه ربما يفعلون أشياء كثيرة فهذه أصبحت كلها علامات نعم تؤكد وتؤشر على أنه عملية قطع الكهرباء أو ربما الطرق في الفترة القادمة أو ربما عمليات تطويق لمنطقة معينة كل هذا يشير إلى هجمات قادمة أو مستمرة طيب هذه الجرامة التي نراها والطرق التي تستخدم في تنفيذ هذه الجرائم من قطع تيار كهربائي إلى استخدام الكترات والسيوف والسكاكين والقنابل الدخانية والرصاص الحي ما تسمي نفسها بالحكومة في بغداد عبرت جميع الموازين بالنسبة إلى الجرائم النازية والشوفينية والستالينية كلها لكن لا نجد تجريماً واحداً من الأمم المتحدة أو المجتمع الغربي لماذا؟ لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقاً ودائماً نكرر للأسف لو هؤلاء يعلمون أن هناك إرادة جدية دولية دولية إقليمية عربية أمريكية بريطانية لو يعلمون لكان يعني وقفوا عد حدودهم ولكن هم يعلمون جيداً أنه الولايات المتحدة انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بما لها من نفوذ بما لها من قوة هاي الثورة مضى عليها كم شهرين؟ نعم وتنظر وتتفرج مجرد كلام مجرد أخذرة قائمة بأسمع أربعة أشخاص الأصول المالية وكلام يعني ما حد يشتريه بأي شيء نعم هؤلاء يعني ينطبق عليهم القول من أمين العقوبة أساء الأدب هؤلاء انفردوا بالشعب العراقي للأسف هؤلاء ميليشيات جهزت صممت لهذا اليوم كأنما يوم إعلانها الذي ذهب إلى الموصل إلى الأنبار لقتال أهل تلك المدن اليوم عادوا لقتال كل العراقيين مسلحين بالعار مسلحين بكل أدوات الجريمة هذه الحكومة ليست حكومة طبعاً لنظام أقام الاحتلال لا يملك إلا هذه الأدوات هذه الأدوات المميتة الأدوات القاتلة أدوات القمع والولايات المتحدة الأمريكية عندما حلت الجيش العراقي في 2003 كانت تريد هذا الأمر كانت تريد أن تنشأ قوة شرطة داخلية للقمع وحتى قوة الشرطة الداخلية حرمون منها لا توجد لا شرطة ولا شيء ميليشيات من صنوف الناس الذين لا يمكن أن تثق في يعني انظر الفيديوهات تمعاً في الفيديوهات أنت أمام حثالة مجموعة يعني لا تنتمي للإنسانية في طريقة تعذيبها وبشاعة تعذيبها طيب إذا عدنا إلى عام 2003 بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة احتلال إلى العراق هنا المواثيق الدولية تجعلنا نقول أنها المسائل الأول عما يحصل اليوم في العراق نعم أين هو ترامب من وعوده بتقليم أظافر إيران في العراق يعني أصبح الحديث عن تقليم أظافر إيران والحرب على إيران وتأذيب إيران والله أصبح نكته يعني أي واحد الآن يعني صار لنا جهد أربعين خمسين سنة من الثورة الإيرانية لحد الآن وأنت تسمع التهديد والوعيد يهددون إيران يحتلون دولة عربية يهددون إيران يسقطون نظام عربي يهددون إيهان تتمدد إيران تتوسع يعني هذا كله طبعاً لا يمكن أن ينطلي على أحد هناك في الأدبيات السياسية يقولون تخادم تخادم بين أمريكي إيراني وأنا أسميه تكامل أهداف ومصالح إيرانية أمريكية اثنين هم التقوا على إبادة الشعب العراقي وتحطيم الشعب العراقي تحطيم الشعب العراقي تحطيم العراقي كدولة وأمة ومجتمع هو هدف إسرائيلي إيراني أمريكي هذا أمر محسوم ومحتوم وإلا لا يمكن لنا أن نصدق أن الولايات المتحدة تنظر من 16 عام إلى حد الآن وهي يعني هناك من يقول أخطأت طيب أخطأت لا تتعلم من الخطأ وهي لم تخطأ طبعاً كل شيء فعلوه فعلوه بمحسوب ومدبر لكن لماذا لا تتدخل وهي تتحمل كل المسؤولية لكن طبعاً هي الآن تقول من يسائلني ومن يحاسبني لكن الأشياء لا تسقط التقدم نعم الكاتب والباحثة السياسية الدكتور فالح الخطاب كنت معنا في الأستوديو شكراً جزيلاً شكراً 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 شكراً